عقدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اجتماعا لبحث رغبة عدد من شركاء التنمية في المشاركة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة واشارت وزيرة التعاون الدولي الى رغبة عدد من شركاء التنمية في المشاركة بالمبادرة لتطوير قرى الريف المصري من خلال الاسهام في تدبير بعض المهمات اللازمة من الخارج لاستكمال المشروعات ذات الاولوية بهذه المبادرة ولتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة واضافت ان المشروعات المستهدفة سيكون على رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لكونها ذات مردود مباشر على حياة المواطن وتحتاج الى مهمات يتم شراؤها من الخارج